مشاهدينا راح ننتقل لموضوع آخر وهو خدمة العملاء موضوع مهم في كل مجالات سواء يمكن في القطاع الحكومي أو الخاص كلنا احنا عملاء لهذه القطاعات نروح نسوي معاملة حكوميا أو ناكل بمطعم حتى لما نصب بنزين يمكن كل هالمواقف فيها شخص قدم لنا خدمة أو يقدم لنا منتج بطريقة يدخلك مستانس وما تنساها أو العكس خدمة عملاء نعم شكرا أول عكس فعلا ممكن تخليك تعصب ومتضايق ونهائيا ما ترجع للمكان هذا مرة ثانية من شنو؟ خدمة عملاء طبعا نحنا ما ندرش سبب اللي خلى محمد يسوي تشذي لكن عندنا لقاء يمكن يفسر لنا هذا التصرف أنتو كصاحب مشاريع أو أنت كصاحب مشروع مسؤول تهتم في هذا المجال شنو الأسئلة اللي ممكن نطرحها في مجال خدمة العملاء دعونا نرى هذا التقرير وبعده نتعرف على ضيفتنا أرحب معكم بضيفتنا رحاب الطواري خبيرة في خدمة العملاء أول شيء التي قلتها نجلة خدمة عملاء أم لا خدمة عملاء؟ خرعتها أنت أنت بتخدمها بخرعة خرعنا العميل أحنا وسهلا حياكم الله حيا إن شاء الله أرحب معنا دعونا نتكلم عن خدمة العملاء طبعا لا نريد أن نقول خدمة عملاء لكي لا يزعل مننا بوائل خدمة العملاء فن فن فعلا يجعلك يسحرك يأخذك بصفة وممكن تعجب فيه بتصرف بسيط أو بكلمة من وين يبتدي موضوع خدمة العملاء؟ موضوع خدمة العملاء كيف سأخذ الخدمة من المكان؟ وأنا باختصاصي اكتشفت أن خدمة العملاء تبدأ من داخل داخل المؤسسة داخل الشركة داخل الوزارة فتبدأ خدمة العملاء من داخل من مرحلة التوظيف لأن أنت بالأول الأخير تكون هذا الموظف مؤهل لكي يقدم الخدمة أو المنتج وين كان هذا الموظف؟ وين كان شنو مستماع؟ بغض النظر لأن أنت عندنا نوع من العملاء عندك عميل داخلي داخل المؤسسة ماتك لا أشرح يا عدلها أنا أشرح لك إياها لأن خدمة العملاء لأننا تبدأ من داخل المؤسسة أنت والأخت نجلة زملة صح؟ نعم بينكم خدمة أنت طالما تعطيها شيء وتأخذ منها شيء أنت تخدمون بعض ولكن الخدمة الخارجية العميل الخارجي لأنك تعطي الخدمة أو المنتج مقابل مادي أو مقابل أمر آخر فمن وين تبدأ خدمة العملاء؟ أنا في اعتقاد خدمة العملاء تبدأ من مرحلة التوظيف لأن أنا أكون أهل شخص جاهز لأنه يخدم العميل ويتعامل مع الجمهور بشكل عام ممتاز يعني أنت الآن عطيتينة شيء عنوان الكبير بس نحتاجها الآن تفاصيل نبي الفنون وتوقع يختلف القطاع الخاص عنه أكيد حكومي صحيح إذا نعرف ما هي الأدوات أو نتكلم أكثر بأعمار عن خدمة العملاء نبي الأدوات نبي المفاتيح السحرية لخدمة العملاء يعني لو أقول لك أخت نجلة ذكري لي أي تجربة وايد حلوة مرت عليك في خدمة العملاء ستذكري لي تفاصيل صارت لك حبيتيها هذه التفاصيل أنا أعتبرها أن موظف خدمة العملاء إذا كان مؤهل في أنه يعرف العميل ويعرف حاجتك وعارف يهتم فيك أنا دائما أشبهها أنه يجب أن موظف خدمة العملاء يكون أكبر من العميل أكبر في المعرفة أكبر بحاجتها أكبر بالسوق والمنافسين ما يحدث؟ هذه معاناتنا الآن لا تحدث لماذا أخ محمد؟ لأن أنا موظف وأحطها بس أن أذهب واجه الجمهور بخبرتها الشخصية إذا كان مو مؤهل صح؟ فنقع بالأخطاء ونمر بتجارب سيئة وأقول بأس لا أعجب على المكامرة ثانية أو لا أعجب منها المكامرة ثانية أو من أن أتذكر المكان واذا أتذكر تجربة سيئة فيها لأن أنا أحب المكان أو لا أحب ترى من الشخص الذي يقدمني الخدمة فإذا كان هذا الشخص مؤهل أمية بالأمية وجاهز وفاهم وهو دوره أنا اللي الحين قاعد أحس أن هناك ناس قاعد تأدي دورها بس ما تدري ليش قاعد تأدي قاعد تسوي بس دوام لا وبعضهم بشكل مصطنع ما يدخل القلب وحتى العمل لابتسامات كأن أداء واجب أو واحد ثلاثة حافظها ويأديها بشكل مبرمج نجل المشكلة أن العميل لنا صار ذكي صار العميل ذكي وثقافتنا عالية بدأنا نعرف حتى الابتسامة هذه بتسامة مصطنع والابتسامة حقيقية أو فعلا ودي أنا بأخدمك فإننا لازم نكون مع العميل مواكبين هذا الشيء أنا ما أخلي عميل يأذكى مني لحاول كثيرا ما أقدر أن أكون ذذكية من العميل في الخبرة بشكل عام برحاب الآن يعني العميل الضائع نحن في العرف خنفرق بين كعميل بقدم خدمة يعني كلامية أو معنوية وخدمة مادية يعني أنت منتج أو خدمة نعم يعني مثل بروح حق شركات الاتصال وباخذ خط تليفون أو أن أشتري شيء هذا الفرق بكل الأحوال عندنا في حالة تقييم الخدمة أنا أقيمها في حالة أن أستلمت المنتج نفسه أرى مناسب لي حجمه زين حرارته زينة أنا قاعدة أقيم المنتج نفسه أو أقيم كيف وصلني المنتج ونحن هنا اختصاصنا في خدمة العملة كيف وصلني المنتج وصلني سريع ملتزمين في الوقت احتموا في المنتج مالي أعطوني تفاصيل زيادة أنت قاعدت تحتشن عن إطار عام في أشلون وصلت للمنتج أو الخدمة هذه المرحلة التي نريد أن نتكلم عنها والله خوش مكان والله ينن ما تأخروا علي يا بوليا بالطريقة التي أنا بيها كيف نوع النوعات اليوم؟ أنت بدأت نعم سترعي تتكلم وأنا قاعد أشعر فعلا أن أيضا أنا ومحمد قاعد نقدم خدمة للعملاء سواء النظيف أو المشاهدين اللي قاعد يشوفونا كل اللي موجودين هنا أنت طول ما أنت تقعد تخدم غيرك ترحطها في البيت أنت قاعد تقدم خدمة ولها إطار عام حتى في البيت؟ حتى في البيت هذه خدمة اللي أنت طلبوا من أحد شيء ويقدم لت شيء ويقول ليش تأخرت هي؟ ليش ما يبتيل لأكل مبتر؟ هذا من أساسيات تقييم الخدمة نقيم السرعة نحن بالبيت نحن بالفاصل لكن نحن بالميانة نحن بالميانة نحن بالفاصل إن شاء الله وراد الدين مع خبيرة خدمة العملاء عفواً رحاب الطواري أرجعنا لكم مع موضوع جدا جميل خدمة العملاء ومعنا الأستاذة رحاب الطواري كم لحديثك؟ قبل الفاصل قلنا أنت تحجى أن خدمة العملاء حتى تبدأ من البيت نعم ولكن مفهوم خدمة العملاء إذا نتحدث عنه بشكل أعمق وقت تكون مرتاحة ستؤدي أداء صح نعم أنت تكون في محيطة المريح وعندك الأدوات الكاملة ستؤدي بشكل صح ستتخدمين زوارت وظيوفت كما قلت لي نعم ساعة المباركة مكان الراحة وهو مكان الأداء الأفضل إنتاجية العالية فأنا لنرى نماذج من موظفين في خدمة العملاء بكل القطاعات سواء حكومي أو خاص ترى أنها لا يؤدي بشكل صح أريد أن تسأل أسباب لماذا؟ الخصب جبور أن يؤدي وظيفة بيئة أكمل وجه لا يمكن أن تمر علينا أستاذ محمد نماذج في خبرتي السابقة هناك نماذج يكون مستائل عميل ولكن ترجع على الفرد نفسه هل أهو مؤهل أن يكون شخص يشتغل بخدمة العملاء ومجرد تخرجت وهذه الوظيفة التي تدامي وأشتغل فيها الآخر الأدوات الموجودة في بيئة العمل نفسها هل بيئة جاهزة؟ هل أنا فاهم دوري؟ هل الإدارة تدعمني؟ هل مديري موجودي يساعدني؟ هل أنا خذيت دورات تدريبية تساعدني أني أنا أكون فعلا موظف قادر أتحمل غضب العميل أعرف حل المشاكل أقدر أقنعه؟ هذه كلها مؤهلات تساعد النماذج التي نشوفها جدامنا هي مؤهلة ونمر بتجربة جميلة ونذكرها بالخير فلو نتكلم عن خدمة العملاء هي عالم وأنا لا أريد أن أسميها خدمة العملاء أنا أسميها علاقة اجتماعية تفاعلية بين طرفين نفس أي علاقة أنت تكون ناجحة وسليمة وتستمر كذلك خدمة العملاء لا أريد أن تنحصر بإطار معين ومتدت في تجارب وأمثلة مرت علينا امتدت من خدمة بسيطة إلى علاقة اجتماعية طويلة صح؟ وايد عندنا علاقات لدرجة أن حتى الموظف صار قريب منك بظروفك الاجتماعية يسأل عنك ويسأل عن أخبارك قربت العلاقة فمعنات خدمة العملاء هي ليست وظيفة أنا لا أسميها وظيفة علاقة أسميها علاقة اجتماعية تحدث بين طرفين هي لا تخصص يدرس رحالة هي أحد المواد تدرس تحت إطار إدارة الأعمال ولكن تعتبرها جزء من سلسلة كبيرة تحت التسويق تحت التخصصات الأخرى الإدارية ولكن اهتمامنا فيها كبير وحاجة العمل لها كبيرة كبيرة بشكل ما تدخلين كل وظيفة فيها خدمة سواء منتج أو تفضلتك محمد يكون هو سلع أختي رحاب لدينا بالكويت لأسف ليس أكثر أغلب القطاعات الحكومية خدمة العملاء تكون فيها ليس بالمطلوب لكن نرى أن القطاع الخاص من أول ما يحدث شيء لابتسامة والخدمة وآمر وتفضل والقهوة والشاي لماذا الرعيف الحكومي؟ هي معايير المؤسسة التي تفرضها يعني بالأول الأخير أنا أعمل أنا كموظف خدمة عملاء أعمل سواء بالحكومة أو الخاص ما هو الإطار الذي مطلوب مني؟ ما هو دوري يجب أن أفعله؟ أنا أعتبر دور المسؤول مهم دوره في أني أخاطب رحاب وقلت يا رحاب وظيفتك واحد اثنين ثلاث مطلوب منك واحد اثنين ثلاث وهذا دورك ولكن لني موظف في القطاع الحكومي بس أعلم على السيستم وتعلم الأجيال سابقة ويعيد نفس التجارب السابقة ويؤدي نفس الأسلوب أنا ما سويت شيء ولكن في القطاع الخاص عندنا التاركت اللي هو الأهداف نعم عند منافسة منافسة بين زملاء منافسة على مستوى القطاعات نفسها في أشياء تحفزني للعمل في مردود مادي في مردود معنوي في تحفيز حقي لماذا أكون أفضل في خدمة العملاء وكثير من الشركات من القطاع الخاص في كل القطاعات في نوعي من التقييم على المبيعات وكذا تقييم على الخدمة لها دور وثقل مهم في تقييمي أنا حتى في آخر السنة أما لأن يكون في القطاع الحكومي وليس أظلم كل القطاعات الحكومية ولكن بعض القطاعات الحكومية تجهل هذه الأهداف فتجد الموظف حتى لين تسئله تقول له لماذا تستطيعها وظيفة أنت عامل العملاء أنت تأدي دور مهم يذكرونك فيه أنت نموذج يعني أنا سأحب القطاع الحكومي كل من شخص ترى لا شخص واحد والشيء يذكر يعني أنا قادة عندي معاملات حكومية خلال الأشهر اللي طافت قادة سوية وتعمدت سويها شخصيا لأن أنا أعيش هذه التجربة وشفت كل النماذج وودي أذكر يعني إذا تسمحوا لي أشكر الفاضل مشاري لجويسر المراقب في قطاع القوة العاملة في الصديق مراقب هو واحد قاعد أقول له يريت أكون نفسي كوايد كل قطاع الحكومي تدرون ليش؟ ما تعبني أنا عميل ما تعبني ليش؟ شرح لي شون مطلوب مني وقال لي كل خطوة وين أسويها خلأ أقول لكم العميل شون يقيم هذه تجربة وقال لي شون لازم أسوي ومش كثرة الوقت رح يأخذ مني وشون المترتب على هذه العملية أنا حسني أنا مرتاحة بيّن لي صورة كاملة ما حطاني فيه بلاك بوكس أو في زفن العمى محمد صندوق الأسود أو منطقة العمية اللي أنا ما أدري شنو يلحق الخطوة اللي عقوبها ما أكون شخص جاهل نعم ولكن لأن أنا ألقي شخص مقدم خدمة يعطيني التفاصيل ويعطيني من وقته رغم أنه طابور وعالم عنده يذكر لويوه ويثبت على المعاملات أنا أبي هذا الشخص يخدمني في القطاع الحكومي فأنا لأن أجد هذا النموذج يسهل الخطوات ولكن ندري إحنا سلسلة خطوات في العمل الحكومي ريحاب هل هي فقط هذه المهارة عشان أقدم خدمة عملاء ناجحة يعني أنا كشخص أقدم خدمة هل فقط مطلوب مني أن أوضح أنت يعني ركزتي وائد على توضيح والشرح الواقع أنا خلأ أقول لك شنو بعد غيرها؟ أنا في شيء قاد أسوي لبحث اللي أهو مثلث خدمة العملاء الذكي هي عبارة عن ثلاث أضلع أساسية يحتاج الموظف خدمة العملاء عشان أقول ريحاب أنت نموذج ممتاز حك خدمة العملاء ممتاز قولي وهذه الرسالة هم من أوجهها حق المسؤولين اللي أهوهم مسؤولين على موظفين خدمة العملاء ثلاث أشياء تحتاجينها لكي تكون شخص ناجح في خدمة العملاء المعرفة المعرفة ما أنا أقوم بعمل ما أنا أبيع من المنتجات ليس فقط ما لدي لا أنا أعرف محلي ما يبيع إدارتي ما تقدم الخدمات وإدارتي ما تقدم الخدمات عندي معرفة الظلع الثاني هي الشخصية البرسونالي لا تكون شخصية مهزوزة لا تقوم بواجه العميل ولا تقوم بسرعة عصب لا تقوم بمتص غضب العميل مجموعة من المهارات أو الصفات الموجودة في الشخصية مجموعة اللي أن يقول هذا فعلاً يواجه الجمهور الظلع الأخير هو المهارات ماذا عندك أنت مهارات في حل المشاكل ماذا عندك مهارات في التواصل مع العميل ماذا عندك مهارات تستطيع أن تتصعين الغضب العميل أقدر أهدى العميل أقدر أنا أفهم العميل عندي حس في الوضع العام لأن كل عميل يختلف عن الآخر كل هذا بالعباء كل هذا من اليابان اليابان شي يتشغل؟ اليابان كوكب آخر وعالم آخر. اليابان بحد ذاتها بلد الخدمة. بلد الخدمة بشيء مطبيع. أشتكيها أربع سنوات. صحيح. أربع سنوات. ما كثير تفتش؟ ما كثير تغيرتي؟ أقول لك شيء نجلة. سأتغير من داخل. أول ما رجعت من اليابان أول شيء قلتها ما رح اشتغل للأسف في القطاع الحكومي. مو ذمن في القطاع الحكومي. ولكن حسيت أبي أشوف مجهودي وشغلي في القطاع الخاص. ما أكثر عمالهم قطاع حكومي هناك. قطاع الحكومي. وعلى شأن القطاع الحكومي. هناك واحد من أصدقائنا في اليابان اسمه شي مازو. أول ما تخرج كنت أقول له أين تعمل الحكومة بالوزارة. يقول لا 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 لا. لا أستطيع أن أدخل القطاع الحكومي. يخافون. يقول لك أن نحتاج اختبارات. يتمدد إلى ثلاثة شهور لكي يتم قبولي ويدخل جهاز الدولة. هذا شيء كرفيع. مهم. مهم. ويحنا اليوم قعد أقرأ في الأخبار أربعة آلاف وثلاثين وثمانية وسبعين. مرشح في ديوان الخدمة المدنية للعمل في القطاع الحكومي. ما كثرة هم مؤهلين يواجهوننا كجمهور؟ أنت تزيدين البطالة. كافي اللي نحن فيها. ماني زايزة. هم مرشحين. أقول هم إن شاء الله يُعندوك وتعطينهم الدورات لأن أنت إن شاء الله تعطينهم الدورات. يا ري تبرك الساعات. نحن هذا اللي نبي. نبي هذا الجيل اللي داخل القطاع الحكومي. مهيئ. مهيئ بالضبط. يكون مهيئ ويتعلم شيء يديد حق الخدمة. كيف أكثر شيء حبيتي باليابان؟ حبيت أن كل شيء صح. البساطة. البساطة. لا يوجد شيء ما يصير. يأ يعني واضح. يعني يأيي. يأ لا. ووروني شطة رجوين بتروحين. لأن عقل ماكو عاطفة. لما نقول بالنص العاطفة. هذا اللي تدخل بالنص صح أسباب الحمل. سعيدين جدا بتواجدك معنا ريحابة أطواري خبيرة في خدمة العملاء. وبإذن الله يعني إحنا رح تستضيفك. إن شاء الله. نستفيد منك أكثر. إن شاء الله. إن شاء الله. نحن محتاجين لدورات. ما عليكم زود. تستاهلون. مع عليكم زود. شكرا لك. شكرا لكم. تسلمون. إن شاء الله. نودعكم باشر. بإذن الله. مع السلام.